السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات تخصصات الزخرفية بالتعليم السانوي الصناعي أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة معاكم الدكتور عمر الدمرداش إن شاء الله النهاردة بنراجع مادة تاريخ الفنون الزخرفية بإذن الله المراجعة النهاردة هتكون شيقة وعايزكم تجهزوا معاكم ورقة وألم من بداية الحلقة وهنبص كده معانا على الشاشة هنشوف إحنا بأمر الله شكل الورقة الامتحانية بيكون إيه وإزاي أنت بتجاوب على الورقة الامتحانية إزاي بتجاوب على أسئلتك إزاي بترسم الرسومات المطلوبة منك أسئلتك بتكون عبارة عن إيه هنبص هنا ونشوف شكل الورقة الامتحانية معانا على الشاشة بأمر الله تعالى هنركز كده مع بعض أولا الامتحان بتاعك بتاع تاريخ الفنون الزخوفية وده نموذج لأحد الامتحانات اللي احنا شايفينه قدامنا هنبص على الشاشة الامتحان زي ما انت شايف بيتكون من خمس أسئلة الخمس أسئلة ما بيكونش كلهم أسئلة مقالية يعني هتلاقي سؤال بيقولك أكمل العبارات الآتية هتلاقي سؤال تاني بيقولك علل لي ما يأتي هتلاقي سؤال تالت مقال بيقولك أذكر أو إشرح أو عرف هتلاقي سؤال رابع بيقولك اختار الإجابة الصحيحة ما بين الأقواص هتلاقي سؤال بيقولك صح وغلط المطلوب منك ان انت بتجاوب على أربع أسئلة من الخمس أسئلة اللي جايل لك لكن اللي انا عايز اقوله ان انت لو الوقت بتاعك سمح ان انت تجاوب الخمس أسئلة كلهم فيفضل انت تجاوبهم كلهم لأن دايما لكل سؤال فيه موجود مصحح وبيتم شب أقل درجة من الدرجات بتاعة الأسئلة من الخمس أسئلة نلاحظ حاجة ورقة الإجابة بتاعتك بتكون عبارة عن ورقة رسم ربع فرخ ورقة رسم ربع فرخ دي بيبقى فيها جزء كده زي الجزء اللي هو الأسود اللي موجود تحت ده ده اللي بتكتب فيه بياناتك بالتالي لابد ان انت لما تيجي تعمل الإجابة بتاعتك وترسم الرسمات بتاعتك بتعمل ايه؟ بتبعد عن المكان ده خالص اللي بيبقى فيه البيانات بتاعتك لانه بيتم ايه؟ قطعه فسيادتك لو رسمت فوق المكان ده في ظهر ورقة الرسمة مثلا فاللي بيجرى هنا انه ممكن يتقطع جزء من رسمك لانك كاتب على الجزء بتاع البيانات بتاعتك بتقسم ورقة الاسئلة ورقة الإجابة بتاعتك زي ما انت شايف كده كل مربع من دول بتجاوب فيه سؤال بتعمل خطوط بالقلم الرصاص عشان تكتب عليها اللي انت عايز تكتبه وبتسيب جزء تحت بترسم فيه الرسمة المطلوبة وعايز اقول لحضرتك حاجة ان لو السؤال بتاعك فيه جزء رسم وفيه جزء تاني من السؤال بيبقى جزء مقالي فالرسم فيه الإجابة بيبقى عليه تقريبا احيانا ينص الدرجة يتلت الدرجة فدي حاجة لابد ان احنا نرعيها كويس من الرسومات اللي انا عايز سيادتك تركز عليها اوي المقارنة بين الوحدات الزخرفية النباتية في العصور المتعقبة يعني ممكن يجي لك سؤال يقول لك ارسم اللوتس المصري القديم او ارسم اللوتس الاشوري القديم او اللوتس الاريقي او اللوتس الروماني او يجي لك سؤال يقول لك قارن ما بين اللوتس المصري واللوتس الاريقي او اللوتس الاشوري واللوتس الروماني او الانتمون الاشوري والانتمون الاريقي او الروزيتا المصري والروزيتا الاريقي فلابد ان اللوحة اللي احنا شايفينها دي نكون حفظينها كويس اوي 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 ونحفظ الرسومات اللي فيها لانها دايما بتيجي منها سؤال في الانتحان برضو من اللوحات اللي هي المهمة اوي 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 ان انا اذكرها وان انا احفظ الرسومات بتاعتها الفرق ما بين الاكنتس ظهرت الاكنتس الاغريقي وظهرت الاكنتس الروماني وظهرت الاكنتس البيزانتي ممكن يقولك ارسم ظهرت الاكنتس الاغريقي فانت بترسم دي انت تلاحظ ان ما بين الاغريقي والروماني مفيش فرق كبير اوي في الشكل الا ان مثلا هنا الورايقة بتاعتها خمس وراءات وهنا اكتر شوية هتلاقي ان طرف الظهرة او طرف الورقة مدبب هنا طرف الورقة مستدير وبيسموها حلمة الورقة هتلاقي ان الاكنتس البيزانتي عامل اوتلاين لشكل الاكنتس وعمل ازدواك في الخطوط فده برضو مقارنة من المقارنات اللي هي المهمة اللي بتيجي فيه الامتحان لابد ان انا اكون حفظها وعرفها برضو من الحاجات المهمة اوي ان انا احفظها الاعمدة الفرعونية الاعمدة المصرية القديمة الاعمدة المصرية القديمة لابد ان انا احفظ الرسومات بتاعتها زي عمود العمود الهاتوري او عمود حطحور اللي بيبقى عليه رأس حطحور بشكل تاج العمود بشكل بدن العمود عمود زهرة البردي المفتوح وعمود زهرة البردي المضلع المقفول لابد ان انا احفظهم عمود النخيلي ويعني العمود اللي هو المجمع وعمود اللوتس المقفول واللوتس المفتوح لابد ان انا احفظ دول كويس برضو لابد ان احفظ الوحدة الرمزية والوحدات النباتية للفن المصري القديم لابد ان انا احفظ الوحدات الرمزية في بلاد ما بين النهرين زي ما انا شايف كده قرس الشمس المجنح شجرة الهوم اللي بتميز بلاد ما بين النهرين الوحدات النباتية الاشورية اللوتس والانتيمون والروزيتا واللي هو الاله المجنح عند بلاد ما بين النهرين اللي هو بوجه رجل وجناح نسر وجسم صور دليل على القوة وانه يقدر يوصل لأي مكان المهم ان احنا الرسومات دي من الرسومات اللي انا عايزك تركز فيها قوي وتحفظها في الفن الاغريقي انت عايزك تحفظ اللي هي رسمة الفرزاتشي او المتاهة دي في الرسوم الهندسية الاغريقية عايزك تحفظ الثلاث اعمدة اللي بيميزوا الفن الاغريقي سواء كان العمود الكرونسي او العمود الايوني او العمود الدوريقي تحفظ الزخارف النباتية الاغريقية سواء كان لوتس او انتيمون او روزيتا تحفظ شكل البيضة والحربة اللي هو بيعبر عن تعاقب الموت والحياة الاغريقي في الفن الروماني غالبا دايما بيتكلموا على الاعمدة الرومانية وبيتلب منك شرحها وما بيتلبش منك رسمها لكن الاعمدة الرومانية بيزيدوا عمودين العمود الكرونسي والعمود اللي هو المجمع في الفن الابطي والبيزنطي طبعا دي زهرة الاكنتس النسيج الابطي او البيزنطي والشريط ده اللي فيه الطووس وفيه عنائيد العناب وفيه اللي هو الحمامة اللي بتمثل الروح القدس في الديانة المسيحية لابد ان احنا نحاول نحفظ الاشكال دي في الفن الاسلامي لابد تحفظ الاشكال الهندسية والنباتية والفرق ما بينهم واستخدامهم في العمارة اي هنبتدي كده باسئلة عن الفن البدائي ما هي عناصر الزخرفة والالوان التي استخدمها الفنان البدائي الفنان البدائي استخدم وحدات هندسية بتتكون من اي بتتكون من خطوط متوازية او متقابلة او من دوائر متدخلة او خطوط مستقيمة او منكسرة او منحانية وكلها كتخطوط بسيطة كده محززة او محفورة على الاسطح المختلفة للحاجات اللي هو كان بيستعملها طيب عندي برضو الوحدات الطبيعية الفنان البدائي اتأثر بالوحدات الطبيعية اللي كانت موجودة حواليه سواء كانت بقى فرق حيوانات ريش طيور فرشات نباتات ورق شجر قواقع وصدف واسماك وحصة واحجار ورسم كل ده في صورة مبسطة جدا الوحدات الحية الانسان البدائي رسم الانسان وصد الحيوان على جدران الكهوف المظلمة وسطح الاواني الفخارية والاحجار والسلال وادوات الصيد والزراع اللي هو كان بيستعملها ورسم عليها الوعول والتيران والحصان والمموس وغيرها من الحيوانات اللي كانت موجودة بيئته برضو عندي الوحدات العقائدية والرمزية من الانسان والحيوان والطيور والاسماك وتمائم وتعويز ضد الارواح الشريرة او السحر او عند الخروج للحرب او الصيد او معبودات القبائل وطواطم ورمزها اللي كان بيستعملها لاغراض جنائزي طب ايه هي بقى الالوان اللي الفنان البدائي استعملها الفنان البدائي استخدم الوان كتيرة جدا جدا موجودة في الطبيعة الالوان دي عرف الانسان الاول الالوان الطبيعية البسيطة غالبا ما كانت عبارة عن اتربة ملونة او مساحيق من الاحجار ومن اهم الالوان اللي هو استخدمها اللون الابيض والاسود والاحمر والبني والاصفر والاخضر والازرق اللي كان بيستمدهم من الطبيعة طيب ايه الفنون التاريخية للفن البدائي اول حاجة فن العمارة فن العمارة المسكن بتاع الفنان البدائي او الانسان الاول كان عبارة عن الكهف المظلم اللي هو كان عايش فيه انتقل منه الى اقامة عشش واكواخ من الخوص او القش واقام الكوخ المخروطي المقام من جزور وفروع الاشجار واخصانها وسط الغابة عشان يحمي نفسه من الحر والبرد وانشأ مساكن برضو فوق البحيرات وفوق الاماكن اللي هي المستنقعات اللي كانت على قوائم من اخشاب الشجر وكان بيبعد نفسه ما بين ان الحيوانات تقدر انها توصل للمبنى بتاعه فكان بيبقى المبنى بتاعه اللي هو عايش فيه عالي برضو فن النحت الفنان البدائي تفنن فيه تماثيل وادوات عملها من العاج ومن العظم والخاص بالحيوانات وعظام الحيوانات الكبيرة وعمل ايضا اشكال خرافية او تماثيل او تعويز كان بيرتديها خلادات في رقابته كمان غير الفن النحت الفنان البدائي كان عنده فنون خاصة بالتصوير والزخرافة على جدران الكهوف رسم الحاجات اللي هو كان بيخاف منها رسم الحيوانات اللي هو كان بيستطادها رسم الحيوانات اللي هو كان بيستعملها في مأكله ومشربه والفنان البدائي لما عمل ده رسمه باديه على الحيطان في داخل الكهوف واستخدم في ده الالوان اللي هي البدائية اللي كان بيصنعها من نحت الاحجار وبتاعته لما يعمل لها عملية يعني عملية يعني يعني تحن للاحجار دي او استخدم دم الحيوانات ومزاجها به الزيوت والشحوم بتاعت الحيوانات اللي هو كان بيستعملها كمان من الاهم الحرف والصناعات بتاعته صناعة المنسوجات الفنان البدائي عمل المنسوجات بتاعته اول نسيج عمله الفنان البدائي كان عمله بسعف النخيل زي كده العيد السعف او حد السعف بتاع اخواتنا اللقباط لما بيجيبوا سعف النخيل ويبتدوا انه هما يجدلوا مع بعض ويعملوا منه شكل من سعف النخيل فكان هو اول رداء ارتداه كان ارتداه من اوراء الشجر بهذه الطريقة وعمل اقفاص كان بيحط فيها الطيور بتاعته وبرضه عمل شباك لصيد الاسماك من نفس النسيج اللي عمله من النباتات برضه صناعة الفخار والطين صناعة الفخار والطين طبعا هو اكتشفها بالصدفة واكتشفها بطريقة كانت غريبة او ان هو كان الاول لما بيمشي في الطينة كانت ايدي يعني رجلي او ايدي بتطبع في الطينة بدأ انه هو عشان يقدر انه هو يشيل النار اللي كان بيستعملها فكان بيشيلها فوق جزع من الخشب جزع الخشب ده كان بيحط عليه طينة الطينة دي اللي جرى ان هي لما كان بيحط تنشف ويحط عليها النار ما كانش جزع الخشب اللي هو شايله بيتحرق ولكن لقى ان انفصلت الطينة عن الجزع واخدت تشكيل بتاعه من هنا قدر انه يعرف ازاي يشكل تشكيلات الخاصة به الخزف وبدأ انه يعمل اواني اللي بيحط فيها الحاجات اللي هو بيحفظها سواء كانت سوائل او مية او حبوب اللي هو كان بيحفظها ليه الاستخدام بتاعه برضو الصناعات الحجرية هو كان بيصنع تماثيل من الحجارة والتماثيل اللي كان بيصنعها من الحجارة دي كان بيتم نحتها بحجر سوان اللي هي حجارة اقوى من الحجر اللي هو بينحد فيه التماثيل وعمل اشكال خرافية من هذه التماثيل وعمل منها ادوات مختلفة عمل منها خناجر وعمل منها رؤوس للحراب والسهان من الحجارة وكان وصل لمرحلة كبيرة جدا من الدقف ده الصناعات المعدنية هو اكتشف البرونز قبل ما يكتشف الحديد واكتشافه ليه كان بالصدفة انه هو كان لما بيجي يعمل نار بالليل او يشعل نار بالليل عشان خاطر يبعد الحيوانات بتاعة الغابة الخطيرة عنه لانه كان بتخاف من ريحة الدخان فكان بيعمل بيشعل النار بتاعته ويرص حواليها احجار وكانت الاحجار دي بيبقى فيها معادن او يعني اللي هي اجزاء من المعادن داخل هذه الاحجار ولانه كان بيغزي النار دايما فكانت بتفضل ممكن نار مشتعله بالايام فكانت اللي هي البرونز اللي موجود داخل الاحجار بينصهر وبيعمل خطوط في الارض ولقى ان هي اقوى من الاحجار اللي هو بيستخدمها وبدأ يصنع منها ايه الادوات اللي هو بيستعملها كمان ايه هي السمات اللي هو يعني كان الفنان البدائي ميزة الفن بتاعه كان تعبيره بيمتاز بالتلقائية والفترة جدا ورسومه كانت بسيطة ووضحة وصارمة خطوطه ظهر قوي وكان بيحاول يظهر الحركة في الخطوط بتاعته وفي رسومات بتاعته وكنت تقدر تشوف الاشكال والتعبيرات بتاعته واضحة جدا في اوضاع من رسوم الحيوانات على الكهوف المختلفة كان بيعبر في رسومه عن الشكل العام دون اهتمام بالتفاصيل الصغيرة وكان بيعتمد على الخط الخارجي وما كانش بيلتزم بقواعد المنظور والزخرفة البدائية كانت نمط مليء بالرموز والمعاني البسيطة التفاصيل ويشتق رسومه من القوام الإنساني والحيواني وابتدعوا أشكال هندسية بسيطة دلوقتي يعني خلصنا كده جزء خاص بالفن البداية نخش على الجزء الخاص بالفن المصري القديم ايه هي العناصر اللي ميزت الفن المصري القديم رسم الفنان المصري جميع النباتات الموجودة في بيئة الزراعية والموجودة في الصحاري المصرية بالإضافة إلى نباتات الغابات الاستوائية اللي كانت موجودة برضو في مصر اللي هي غابات لأن مصر برضو كان فيها جزء حار في جنوب الصعيد الزخرفة بتاعتها كانت مأخوزة من ظهرة اللوتس أو ظهرة البشنين والبردي وسعف النخيل وأوراق وعنائيد العنب واللبلب والأنتيمون والروزيت كان برضو من العناصر الزخرفية الهندسية للفن المصري القديم الخط والديرة وجمع بين الزخرف النباتية والحيوانية في أشكال هندسية من العناصر الدينية والرمزية للفنان المصري القديم أرس الشمس المجنح والجعران المجنح واللوتس والبردي وأشكال الآلهة وأيضا الكتابة المصرية القديمة اللي الكتابة الهيروليفية أو الديموتيقية دي كانت من العناصر الخاصة بالزخرفة المصرية اللي هو استخدمها في تجميل أسطح المعابد بتاعته وكتب بيها على ورق البردي عشان يسرد حياته والقصص الخاصة به العناصر الحيوانية الفنان المصري القديم رسم جميع الحيوانات معدى الجموسة والجمل وجميع الحيوانات اللي موجودة فيه البيئة الصحراوية المصرية أو البحيرات والمستنقعات أو الغباط وخاصة طيور وجميع الحيوانات اللي موجودة من تمسيح وأسماك وأفرص نهر وأشكال رمزية للآلهة اللي هي بتجمع ما بين جسم إنسان ورأس حيوان زي حورس كده برأس الصقر أو الطير اللي تجمع ما بين آلهة مختلفة رأس إنسان وتمساح أو إنسان وأسد أو جسم إنسان وفرص نهر يعني دي اللي هي العناصر الزخرفية اللي استخدمها الفنان المصري القديم أهم الألوان اللي استخدمها الفنان المصري القديم كان اللون عند المصري القديم ليه معنى رمزي اللون السود كان بيرمز للأرض الزراعية الجيدة والخير وكان بيرمز للرجالة باللون الأحمر الميال للبني عشان هم وقفين في الحقل والعمل ولفحة الشمس يعني كان بيميز عن صمار الرجال بهذا الشكل بينما كان بيميز لون السيدات باللون الأصفر الفاتح اللي كان بيستخدم فيه أصفر الأهرة وأحمر المغرة والأغدر والأزرق والأغدر الزرعي والأذرق للمية والسماء والأحمر للقوة وبرضو استخدم الألوان البني والأسود وبعض الأصبار والأكاسيد في الألوان اللي هو استخدمها فيه الرسومات بتاعته حاجة مهمة جداً تحنا شرحناها في أول الحلقة يعني أذكر ما تعرفوا عن الأعمدة المصرية القديمة وتيجانها الأعمدة المصرية القديمة كانت أعمدة كبيرة وضخمة زاد تيجان بعضها من شكل البردي أو البشنين أو براعمها أو النخيل وكانت الأعمدة دياءة من أعلى تنتهي عند قاعدتها بقوص يقلل من قطرها كان في منها المضلع 8 أضلاع أو 16 ضلع التيجان كانت بشكل النقوص اللي هو شكل البردي المفتوح أو المقفول أو اللوتس المفتوح أو المقفول أو التاج النخيلي وده كان يعني التاج اللي هو المجمع اللي كان بيجمع ما بين الحلزون المحوري والنقوص ومنه اللي هما قلدوه الجماعة اللي هما الرومان والإغريق عملوا اشتقوا منه شكل الكورونسي واشتقوا منه شكل الهاتوري برضو خدوا وعملوا منه أعمدة خاصة بيهم فن النحت في الفن المصري القديم تمثيل الفن المصري القديم اتعاملت من أحجار الجرانيت والأحجار التانية أو من الخشب وكانوا بيحطوا لها أعين زجاجية زي تمثال شيخ البلد اللي كان موجود في المتحف المصري وتمثال تتعامل خامون بحجمه الطبيعي وعادة كان بيتعامل من الخشب الصلب كان فيه أنواع كبيرة الحجم جدا من التماثيل زي تمثال عمسيس الثاني والتماثيل اللي هي كان بتعامل للملوك زي الملك وزوجته السؤال هنا بيقول لك تكلم عن عناصر الزخرفة والألوان المستخدمة في الفن السوماري اللي هي بلاد ما بين النهارين عند العناصر النباتية اللي خادت من الفن المصري اللوتس والأنتيمون وظهرت بعض الاختلافات وزيادة بروز مع النقوش والسرامة والقوة وبتجروا شجرة الحياة أو شجرة الهم العناصر الحيوانية كانت عندهم عند بلاد ما بين النهارين عناصر من الأسود أو الثيران المجنحة واستبدلوا رؤوسها برؤوس الإنسان أو الطيور الكاسرة الخرافية زي الأسد المجنح اللي هو براس إنسان وظهرت لهم الحيوانات المفترسة اللي هم رشئين في جسمها سهام دليل على الصيد العناصر الهندسية كانت نفس العناصر الهندسية بتاعت الفن المصري القديم ولكن الخطوط كانت مزدوجة وكان البروز أعلى العناصر الرمزية رسموا أرس الشمس المجنح بطريقة مختلفة عن الفن المصري ورسموا بعض الآلهة المصرية بلحية طب إيه هي الألوان اللي استخدمها فنان السوماري في بلاد ما بين النهرين استخدم الأشوريين والبابليين نفس الألوان الزخرفية المصرية القديمة درجات لونية جديدة من الأصفر والأخضر زي أخضر الزتوني والأخضر الزيتي والزمرودي كما استخدموا أيضا الدهب والفضة كألوان نيجي نتكلم على نمط معبد الزخورة في فنان بلاد ما بين النهرين وده مهم قوي كان العراق قديما طرازه الخاص للمعبد الذي يسمى بالزخورة وده كان معبد يشبه الهرم كده كان بيتكون من 8 طبقات كل طبقة أصغر من الطبقة اللي تحتيها وكانت عبارة عن مفرغة مبنى بيقف فيه الناس الطبقة السفلية خالص فيه المبنى كانت بيقف فيه عامة الشعب الطبقة اللي فوقيها كان بيبقى فيها الفلاحين طبقة الموظفين طبقة الجنود لغاية ما نوصل للطبقة العليا بتاعت النبلاء وفوق مكان قدس الأخداس اللي كان بيبقى موجود فيه الملك وكان بيحيط معبد الزخورة طريق صاعد بيلف المعبد من كل ناحية وفي وسطه كان فيه طريق مخصص لصعود الملك وسعود الكاهن الأعظم ومعبد الزخورة ده ممكن يطلب منك شرحه في الانتحان هللاقي كمان فن النحط في بلاد ما بين النهرين بلاد ما بين النهرين النحط فيها كان يشبه النحط المصري القديم إلا أن أغلب التمثيل بتاعتهم ما كانتش بتتعامل من الحجارة إلا في قضية الحدود ولكن كان بتتعامل من الخزف ومن الطين في بلاد ما بين النهرين كانوا بيجسموا قوي العضلات بالنسبة للتمثال وبيعملوا للعضلات تشريح وكان التمثال بتاعهم بيتميز باللحية اللي هي بتبقى جدائل من الشعر الملفوفة فوق بعضها حتى شعر الملك نفسه أو شعر الإله أشور عندهم لما كانوا بيرسموه كانوا بيعملوه بنفس الطريقة وكان بيميز ده أنهم برضو في رسمتهم وفي النقش بتاعهم أنهم كانوا بيعملوا الأميس اللي بيلبسوا الملك أو المعبودات بتاعتهم متني لغاية منطقة الكوع وده كان يعني بيميز الشغل النحط وشغل النقش البارز بتاعهم وكانوا بيكسوا التمثيل بصفائح من دهب وكانوا بيحطوا للتمثيل أحيانا تجان من الدهب فن التصوير ورسم الجداري عند بلاد ما بين النهرين عبر الفن الأشوري عن الحياة الحربية والاجتماعية والدينية في عصره كان فيه عنده أخشاب مصفحة وأختام وقواعد للعروش وصور الإله أشور يشارك القتال ويساوب سهامه من قوسه المجنح وصور الجنود والخيالة وفرسان العربيات الحربية ذات العجلات الغليصة التي يستقلها اثنين أو ثلاثة من المحاربين تأثروا بالفن المصري القديم في رسم الأشخاص رسموا الأشخاص بتوعهم من الوضع الجانبي مع عدى الكتفين رسموها من الأمام زي الفن المصري القديم بالزبط حاولوا رسم الوش من الأمام ورسموا العين كاملة وكانوا بيقدموا ساق الأمامية عن الساق الخلفية خطوة واحدة للأمام مع وضع باطن القدم كله على الأرض وكانت الملابس التقلدية السمرية قميص علوي زوء أكمام قصيرة ينتهي عند بداية الكوع والإزار يلتف حول الوسط له أطراف مزخرفة يشبه الشرشيب الشار ميزت الفنون بلاد ما بين النهارين لوحات حجرية صغيرة ومستطيلة كانوا بيعملوها من الحجر وكانت بتثبت على جدران هياك المعبد عن طريق فجوات صغيرة لتؤكد ارتباط أصحاب هذه اللوحات بالآلهة سبتوا على جدران قواعد هذه اللوحات كلوحات تسكرية بهدف الزخرافة والزينة نفذوا اللوحات دي من خامات مختلفة ذي الخشب وكسوها بالنحاس أو الدهل أو الصدف نيجي بعد كده ليه الفن الإغريقي أول حاجة مهمة أو نكلم عنها العمارة الإغريقي استخدم الإغريق أنواع جيدة من الرخام اللي كان موجود في بيئتهم وعملوا به العمارة بتاعتهم كان الرخام الأبيض والمرمر والحجر الجيئي كان بيميز جبال اليونان وكان جبال اليونان أغلبها فيها هذا النوع من الرخام أقام الإغريق معابدهم على قمم الجبال والمعبد الإغريقي عبارة حجرة مستطيلة كبيرة بدون فتحات ويحد من الأمام صف أو صفين من الأعمدة ويزين الواجهة من أعلى جملون مسلس على شكل جميل بيبقى فيه لوحة في النص أو في الوسط بتعبر عن الآلهة الإغريقية بيرتفع المعبد عن الأرض بتلت درجات واستخدم تلت طراز أعمدة رئيسية اللي احنا قلناهم في أول الحلقة الخزف الإغريقي كان له أهمية الأهمية بتاعته أنه كان خزف رقيق وخفيف جدرانه دقيقة ونعمة كان جميل الشكل ورسومات اللي كانت عليه كانت رسومات بتعبر عن الحياة عندهم وتمثل النبلاء والأساطير والملاحم الشعبية وكان بيلونوه باللون الأخضر الزتوني والأزرق القاتم والبني والأسود واختلفت شكل الأواني طبعاً لنوع السوائل اللي هم كانوا بيحفظوها في عندي الأعمدة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها فيه العمود الدوري عبارة عن عمود بسيط بأضلع يتراوح عددها ما بين 12 إلى 16 دلع قطر قمته أزرر من قاعدته قليلاً وبدون تاج العمود الأيوني عبارة عن عمود استواني أملس أو بساقه قنوات رأسية متجاورة تسمى خشخان قمته أزرر من قاعدته ولو تاج مزين بكنار من زخارف البضى والحرب المتبادلة اللي بتعبر عن الحياة والموت وللعمود قاعد على شكل نصف حلقة دائرية عندي أيضاً العمود التسكاني يسمى بعمود الأكنتس وعمود التسكاني أخف من العمود الأيوني وقطره عند التاج أقل قليلاً من عند القاعدة وصاقه أملس وتاجه عبارة عن ثلاث صفوف من ورق الأكنتس على شكل تبادل متساقط يعلوها في الغالب عند الأرقان حلزون رأسي فغير مزدوج الخطوط دي الأعمدة إيه؟ الإغريقية طب نيجي نتكلم على الوحدات والعناصر الزخرفية الإغريقية والألوان التي تميز الفن الإغريقي تميزت الزخارف الإغريقية بالرشاقة والنحافة والخطوط المنحنية والحلزونية وهناك عدة عناصر للزخرفة الإغريقية منها الوحدات النباتية استمدوا عناصر من الفن المصري زي اللوتس والبردي وابتكروا الأكنتس الوحدات الحية استخدموا عناصر الطيور والحيوانات والإنسان والأصداف والمحار ابتكروا أشكال خرفية من أجسام الحيوانات المنتهية من أعلى بجسم إنسان وزينت بها الحفر على الخشب والموزايكو والأشغال معدنية الوحدات الهندسية زي كل الفنون اللي سبقتهم اتأثروا بالفن المصري القديم وزودوا في تداخل فعملوا السلبان المعقوفة والمتاهات والتكونات الهندسية المنحنية والبرويز والكنارات الوحدات الرمزية ظهرت عندهم وحدة البيضة والحربة ترمز لتعاقب الحياة والموت وتكونات أسترهية حية الألوان الغرقية ألوانهم كانت بسيطة وهدية استخدموا الألوان القاتمة زي الأخضر القاتم والأزرق والزيتون والبني والسود وأحياناً استخدموا اللون الأحمر الدهبي وكمان استعملوا الدهب والفضة كألوان نتكلم على الفن الروماني الفن الروماني ده فن مكمل للفن الفنون الإغرقي الرومان أول ما بدأوا ما كانش عندهم فن ولكن بما أن هم كانوا دولة من الدول التي كانت تمارس الاحتلال وتمارس الفتوحات حواليها وتحتل دول أخرى فما كانوش فضيين أوي الموضوع الفن ده فجابوا الفنانين الإغرقيين عملوا لهم الفن الروماني في البداية وهنا نلاحظ تشابه كبير جداً ما بين الفن الإغريقي والفن الروماني حتى في مثلاً العمارة الرومانية هنلاحظ أن العمارة الرومانية هي تقليد للعمارة الإغريقية في بداية الفن الروماني لذلك الأعمدة الرومانية هم خمس أعمدة هنتكلم عنهم بأمر الله تعالى بيزيدوا عمودين بس عن الأعمدة الإغريقية هنلاحظ حتى أن المعابد الرومانية في مداخلها كانت تشبه المعابد الإغريقية وإن كان شكل المباني الرومانية كان بعضها دائري ولكن كان بيتعمل لها مع مدخل مستطيل له جمالون من أعلى يشبه المعابد الإغريقي فلو بصنا على العمارة الرومانية حافظت العمارة الرومانية على أسليب العمارة الإغريقية وزادت عليها بالإكثار من استخدام العقود بين الأعمدة خاصة العقود النصف دائري المعبد الروماني قاعدة دائرية يحطها ممر يحده أعمدة ذات عقود نصف دائرية ويعلوها قبة كبيرة ويسمى هذا الطراز من المعابد باسم البازلكة أضيف إلى المعبد الروماني طرازين من الأعمدة الإغريقية حتى أصبح الطراز الأعمدة الرومانية خمسة وهو أضيف لها المعبد العمود المركب وعمود الكمبوزيت العمود التسكاني يشبه الطراز الدوري الإغريقي يساقه ملساء بدون أضلع وقطره عند التاج أقل من قطره عند القاعدة وله تاج بسيط عبارة عن حلقة رفيعة يعلوها حلقة ربع دائرية أكبر قليلا ثم منشور رباعي قليل السمك وله قاعدة عبارة عن حلقة فوق منشور رباعي قليل الارتفاع أما العمود المركب أو كامبوزيت له تاج عبارة عن تكوين من التاج الكرونسي والتاج الأيوني وميادة العمود الرومانية من الداخل هذه الأشكال بكسرة الحلايا والكوابيل المزدحمة بالزخارف المجسمة بأفرع النباتات وزخارف زخرة الأكنتس وده استخدم برضو السلالم المحاطة بالضربزينات التي كانت البرامق اللي هو البرمق شكل الأولة كده بس من الرخام اللي هو كان أكتر حاجة بيميز المباني أو العمارة الرومانية أشغال الفنون الرومانية هنتكلم عن أهم الأشغال الفنون مش كل أشغال الفنون الرومانية تم العصور على لوحات منفزة بطريقة الحفر تصور مشاهد مختلفة للحياة اليومية ومرور المراكب التجارية في الأنهار أو عودة التجار من المدينة إلى بلادهم وإلى قصرهم أو مشهد من مشاهد القصص والأساطير أو عمال بيزرعوا في الأرض وجدت لوحات محفورة تدخل في إعداد أو كصور خليعة أو مخلة بالأداب في الفن الروماني كما بتضع في البيوت الثيات السمعية ثانيا النحط الروماني حافظ على أسلوب وتقاليد النحط الإغريقي التمثيل بتاعته زوده في التفاصيل بتاعتها وتصفيفات الشعر وثناية طيات الملابس أظهر مظهر الثراء والغنى والطرف والعظمة لدى الرومان عصر على نمازج من النحط تمثل الملاحم الحربية والحروب والأساطير لدى الرومان عرف النحط الروماني تمثيل النصفية اللي هو بيسموه تمثال بورتري بيبقى تمثال عبارة عن وجهه كدف بس ونازل على دية للملوك والشعراء والعذكريين وأطلق عليه فن البورتري ودخل النحط الروماني في تصميمات العمارة من الداخل عملوا أعمدة تمثل سيدات تحمل أسخف ووجدوا أكتفوا كوابيل منحوطة على شكل أجسام بشرية أو أجسام كاملة للرجال والنساء للنصف العلوي شايلة السقف فوقيها النصف العلوي بشري والنصف السفلي أجسام أسماك أو محار أو حلزونات فن التصوير في الفن الروماني عرفوا فن التصوير من النظر الطبعية زي الأساطير والأحداث التاريخية والمعارك الحربية رسموا بأساليب ووسائل فنية مختلفة زي الإفريسك والتمبر على لوحات من الخشب استخدموا خامات في التصوير من قطع الأحجار والرخام الملون اللي هو الموزايكو عرفوا أساليب جديدة وهو رسم الصور بالشمع الممزوج بالألوان فوق لوحات خشبية ولوحات وجوه الفيوم اللي عندنا في مدحف المصري دي من الحقبة الخاصة باحتلال الرومان لمصر إحنا يعني اتكلمنا النهاردة على جزء كبير من المادة المادة دي هتتقال بأمر لها على جزئين لأن مادة تاريخي الفنون الزخروفية هي مادة كبيرة ولابد ان احنا نغطيها كويس في المراجعة النهاردة اتكلمنا عن كام فن اتكلمنا عن الفن البدائي اتكلمنا عن الفن المصري القديم اتكلمنا على فنون بلاد ما بين النهرين اتكلمنا على الفن الإغريقي واتكلمنا على الفن الرومان اهم حاجة في كل الفنون دي انك تعرف حاجة مهمة اوي اوي لابد انك تعرف ما هي الثمات التي ميزت كل فن كل فن ليه ثمات تميزه عن الفنون الاخرى لابد انك تعرف ما هي العناصر الزخروفية التي ميزت كل فن من هذه الفنون لابد ايضا انك تعرف اهم الصناعات اللي ميزت الفن دا يعني فيه فن هتلاقي مثلا زي الفن المصري القديم هتلاقي صناعات كتير اوي ميزته ولكن كان اهم يعني صناعة او حرفة ميزة الفن المصري القديم كانت الصناعات الايه الحجري هتلاقي مثلا في الفن الابطي مثلا لما نوصله هتلاقي بيميزه الصناعات اللي هي الخاصة بالنسيك هتلاقي الفن الروماني بيميزه النحت والفن الاغريقي بيميزه النحت الطبيعي اوي اللي هو يعني بيوصل انه يكاد يكون التمثال بينطق يعني من اللي هي دقة النحت بتاعه هتلاقي كمان ان مثلا ميز الفن بتاع بلاد ما بين النهرين شجرة الحياة او شجرة الهوم من الحاجات اللي ميزت فنون بلاد ما بين النهرين هتلاقي المعبد بتاعهم اللي هو الزاكورة اللي هو المعبد اللي بيكون من سبع طبقات او تمن طبقات يعني كل طبقة اظهر من الطبقة التي اسفلها ويحوط طريق صاعد مهمة اوي برضو ان انت تركز اوي على المقارنات المقارنات النباتية ما بين الفنون المختلفة دي مهمة اوي يعني هتركز زي ما قلنا على المقارنات بتاعة اللي هي العناصر النباتية في الفن المصري القديم وفي الفن اللي هو بتاع بلادنا بين النهرين وفي الفن الاغريقي وفي الفن الروماني هتركز اوي على العناصر دي في ظهرة اللوتس وظهرة الانتيمون وظهرة البشنين والروزيتا المهم ان انت تركز عليهم كويس وتحفظ الرسومات بتاعتهم هتركز ايضا في المقارنات على ايه هتركز على المقارنة ما بين ارس الشمس المجنح المصري وارس الشمس المجنح بتاع بلاد ما بين النهرين هتركز ايضا على ظهرة الاكنتس الرومانية وظهرة الاكنتس الاغريقية وظهرة الاكنتس البيزنطية مهمة اوي تحفظ الرسومات بتاعتهم سمات النحت في كل فن من الفنوم سواء كان في الفن سمات النحط في الفن المصري لابد ان انت تكون عارفها كويس سمات النحط في بلاد ما بين النهرين لابد تكون حافظها كويس سمات النحط في الفن الاغريقي وفي الفن الروماني وفي الفن البدائي لابد ان انا اركز اوي على السمات دي ومهم اوي 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 لان احنا بناخد مادة زخارف ان نعرف أستماعات التي ميزت فن التصوير والنقش في كل فن من هذه الفنون مطلوب منك أن أنت ما تسيبش ولا سؤال كل أسئلتك تحلها زمن الامتحان محسوب بدقة شديدة بيقولك أجب عن أربع أسئلة من خمس أسئلة لقيت وقت تحل السؤال الخامس هحل السؤال الخامس ورقة الأسئلة بقسمها وبسطرها تصدير كده زي الصفحة وابتدي أخذ خطوط بالألم الرصاص وارسم الرسمات بتاعتي أسفل هذا المستطيل واكتب الكتابة اللي أنا عايز أكتبها إذا كان السؤال مقالي أو أكمل أو صح أو غلط بكتب الكتابة اللي أنا عايز أكتبها في الخطوط دي بشكل منظم إحنا نراعي قوي أن إحنا عايزين نحصل على درجة عالية في الاختبار فلابد أن أنا ما يجيش أحل ألف وأسيب به لأن ممكن ألف وبه يكون ألف بيتمثل درجته نص درجة السؤال وبه بيمثل النصف الآخر فلما حضرتك تحل ألف وتسيب به ولو السؤال كان مثلا من خمستاشر درجة كل ألف من سبعة ونصف وبه من سبعة ونصف فأنت كده فقدت نصف درجة كاملا فأنت إذا كنت بتفعى للحصول على درجة عالية في الامتحان فأنت لابد أن أنت تعمل إيه لابد أن أنت تحل الأسئلة بتاعتك كلها هنراعي النظافة في الرسومات بتاعتنا طيب حد يعني ممكن يسأل يا مستر إحنا هنلون ولا هنعمل تزل ونور ولا هنرسم بس أنت وقدراتك الفنين إيه اللي عايز يعمل خطوط أوتلين يرسم بس يرسم واللي عايز يلون بألوان خشب يلون واللي عايز يظلل بالألم ورصاص يظلل بس عايز أقولك حاجة أنه كل ما رسمتك كانت أجمل وكل ما كنت تعبت فيها وأظهرت التفاصيل بتاعتها ده إيه يعني هيخلي الدرجة بتاعتك أعلى عايزك تراعي برضو في حلك للأسئلة الترتيب المنطقي بتاعها إذا قسمت الصفحة يعني إلى أربع مستطيلات فالسؤال الأول فوق على اليمين التاني فوق على الشمال التالت تحت الأول على اليمين الرابع تحت التاني على الشمال يعني أخلي الصفحة بتاعتي كده شكلها منمق ونظيفة ومنطقية عشان أول حاجة أريح المصحح أثناء التصحيح في البحث عن سؤاله وكمان كإني بقوله أنا عايز أن أنا يعني أعلي الدرجة بتاعتي في الاختبار أو في الامتحان المصحح بيحس بمدى اهتمام الطالب وبيحس بالطالب اللي هو مش مهتم أوي إذا كنا في الدور التاني مش هنحصل على درجة الامتحان الكاملة منحصل على درجة النجاح بس ولكن أنت مذاكرتك للمادة نفسها بتفيدك بعد التخرج لأن هذه المادة تاريخ الفنون الزخرفية من المواد المفيدة جدا جدا في شغلك الخارجي إذا اشتغلت في الميديا أو اشتغلت في الديكورات السينما والمسرح والتلفزيون فأنت فهمك لترز الفنون المختلفة وترز الملابس المختلفة الخاصة بالفنون بتساعدك لما تشتغل مع مهندس الديكور في الميديا أن أنت تبقى فاهم طلباته إيه وتؤدي شغلك ده كويس إحنا يعني كده نكون غطينا تقريبا نصف المنهج والحلقة اللي جاية بإذن الله تعالى اللي هنكمل فيها المراجعة الخاصة بهذه المادة برضو هنكون مجاهزين معنا وراء وقلم هنتكلم فيها بإذن الله تعالى على الفن البيزنطي والإبطي هنتكلم فيها على الفنون الرومانسيكية هنتكلم فيها على الفنون الإسلامية هنتكلم أيضا فيها على الفن الهندي والفن الصيني والفن الياباني وكل الفنون دي من الفنون الهامة جدا اللي ممكن تيجي في الامتحان لأن انت لو هتلاحظ هتلاحظ أن الامتحان بتاعك بيجي بيغطي كل المنهج بتاعك من الألف للياء ممكن تلاقي سؤال واحد السؤال الأول مثلا فيه 8 نقط أو فيه 10 نقط أكمل أو صح وغلط أو يعني سلمة بين الأقواص هتلاقي أن هم مغطيين المنهج كله وتلاقي ألف من الباب بتاع الفن البدائي وممكن تلاقي يجي من الباب بتاع الفن بتاع بلاد ما بين النهارين وممكن تلاقي يعني الامتحان بيجي تقريبا شامل ومغطي كل حاجة فعشان كده أنا عايزك تركز إن شاء الله بالنجاح إن شاء الله هنحتفل بإذن الله تعالى قريب قوي بنجاحكم وهتاخد الدرجة بتاعتك والدرجة بتاعتك هتضاف على الدرجات اللي انت جايبها قبل كده وإن شاء الله هتلحق التنصيق لدرجاتهم عالية وبإذن الله تعالى في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل يعني سيادة وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي جاي أحسن ومصر أحسن بإذن الله إن شاء الله تعالى بعد تخرجكم هيبقى لكم فرص عمل كبيرة في سوق العمل تقريبا الاستوديوهات في مدينة الإلتاج الإعلامي بتحتاج المهارات بتاعتكم أيضا في مجال السينما والمصرح بتحتاج الفنيين بتوع تخصص الزخرفة والإعلان والتنصيق كفنيين بيساعدوا مهندسين الدكور في تطبيق الحاجات اللي هم اتعلموها في مدة تاريخ الفنون الزخرفية فالمادة من المواد اللي أنا باعتبرها من المواد التسقفية والفنية المهمة جدا إن احنا نذكرها كويس قوي المهمة جدا إن احنا نهتم بإن احنا نعرفها كويس قوي لأنها هتفيدك إن شاء الله بعد كده في عملك كمان مطلوب منك إن انت تهتم أيضا بالمواد التخصص التانية اللي بتكمل المادة دي زي مادة التكنولوجيا المعدات وتكنولوجيا الخامات وتكنولوجيا العمليات لأن دي المواد التطبيقية اللي بتكمل مهاراتك اللي انت مطلوب إن انت تحصل عليها بإذن الله تعالى يعني هنركز بقى في الحلقة اللي جاية في الجزء اللي فاضل من مدة تاريخ الفنون الزخرفية على أساس إن احنا نستكمل الجزء اللي ناقص مننا فيها وهنكون برضو مجهزين معنا وراء وألم وهنركز على كل اللي هتطلبه منكم بإذن الله تعالى إن انتوا تنفزوه لابد إن انت تقوم بعمل يعني رسمة بإيدك كده لكل عنصر من العناصر انت بتضرب إيدك عليها عشان تحفظها نتمنى إن شاء الله تعالى إن الحلقة النهاردة تكون كانت مسمرة نتمنى إن انتوا تكونوا فهمتوا النهاردة ونتمنى إن انتوا تروحوا الامتحان بسلام وتطبقوا اللي انتوا فهمتوا وإن شاء الله تعالى بالنجاح وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته